اشتركوا في القناة اكد مصدر دبلوماسي لبوقع كودة ان الرئيس الاسرائيلي ليس له دراية بما وقع ولم يتم الانتباه للخريطة واضف المصدر الاسرائيلي ان اسرائيل ملتزم مئة في المئة باتفاقية برهام وبجميع التزاماتها متبادلة وبالطبع ضمنها الاعتراف بحقوق المغرب على صحرائها كما اوضح المصدر ذات ان الخرائط القديمة التي تتطلب التعديل سيتم استبدالها بخرائط تترجم موقف اسرائيل الجديدة نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء